فجراً والناس نيام في ظلامي وبهدوء خطفت الطفلة من جوار أمها بمستشفى بغداد التعليمي في مدينة الطب ببغداد حليبها رضاعتها هذا ما تبقى من نسرين عند أمها تقلب بأغراض مولودتها الجديدة والدموع تنهمر من عينيها والرواية الكاملة على لسانها جدها يقلب بصورة حفيدته التي خطفت ولم تكمل اليوم الثالث من عمرها يتساءل كيف خطفت نسرين من داخل الردها أما جدتها فتطالب باسترجاعها البنية انسرقت من داخل الطابق الرابع الردها الرابعة ورفرق مربعة انسرقت من داخل مدينة الطب الطابق الرابع أنا طالب أقول أين المسؤول عن الردها أين الخافرات أين الخفراء أين الشرطة أين الاستعدامات شارت تنسح تشرب بطنها والله ساعة تبس على طبط الصالة مالت العملية وفتحة بطنها وبتها يمهش ليش تنوخذ على دنبال ليش وين الحماية وين حماية المستشفى ما قالنا نخذها وبتكة مخذوها فذو الطفلة كانت جبناء والله يقول ندريهم ما يحلمونه كانت جبناء ذو الطفلة قاموا برفع دعوة قضائية وبانتظار نتائج التحقيق من قبل الجهات الأمنية ويبقى حق الردي مكفولا لوزارة الصحة من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر